مبروك على جماهير النادي الأهلي وعلى أقدرته وعلى جهازه الفني وعلى لعبته والحقيقة يعني يمكن واحد من أهم مكاسب المباراة دي بصرف النظر عن التأهل يعني التأهل بالنسبة لي ما بيفرحنيش أنا الأهلي إن لم يفوز بالبطولة فكل الملاكس بعد كده بتتساوى لكن في النهاية احنا بشوف إن واحد من أهم مكاسب المباراة جمهور الأهلي العظيم عظمة على عظمة اللي شوفناه في السادة القاهرة واللي يأكد إنه الأهلي مع جمهوره محدش يقدر يوقفه الأهلي مع جمهوره فريق هو يعني لقب المرض الأحمر ده على السادة القاهرة أعتقد إنه ما فيش فريق في الدنيا ممكن يوقف قدام النادي الأهلي طول ما في ظهره جمهوره ده اللي احنا شوفناه في مباراة الهلال أما عن المكسب فأنا بشوفه الحقيقة ده الطبيعي كل واحد على قدر حجمه كل واحد على قدر إمكانياته كل واحد على قدر مستوى وإن كنت أتمنى الحقيقة إنه النتيجة تعكس الفوارق الكبير جداً اللي موجودة بين الأهلي والهلال أنا شايف إنه الأهلي كان رحيم جداً بالأشقاء السودانيين هنا في القاهرة وكان مفترض الحقيقة وكنت أتمنى زي ما أنا متأكد إنه قطاع عريض جداً من جماهير النادي الأهلي كان نفسهم تبقى المباراة أشبه بعالقة كورة أكتر ما تكون مباراة في دور الأبطال عشان يعني نقطع عارق ونساعدهم وزي ما بيقولوا عشان نقفل ملف الحقيقة مش شايفه منطقي حالة الضجة وحالة الصياح وحالة الهرج والمرج اللي موجودة على السوشيال ميديا جوة مصر وبرة مصر فيما يتعلق بمواجهة الأهلي والهلال ما تعكس أبداً أبداً الفوارق الكبير جداً شتاني الفوارق كنت بكلم مع محمد قبل اللي هو أقول أنه ممكن ده يبقى منطقي إلى حد ما لو بيحصل بين الأهلي والوداد الأهلي والترجي الأهلي والرجاء فرق كبيرة فيها فرق ليها فرق بصنفة فرق ليها تاريخ من الألقاب ومن البطولات فرق ممكن تقول أنها لما تواجه الأهلي بيبقى فيه تكافؤ في الفرص وبالتالي كان ممكن يبقى منطقي جداً أنك أنت تستقبل حالة الضجة اللي حصلت في الموراة اللي أتمنى الحقيقة أنه نكسبه من بورا دي كمان بصرف النظر عن دوري الأبطال اللي هرجع أتكلم عليه أنا ومحمد طبعاً بالتفصيل هو عودة الجماهير برح جماهير النادي الأهلي قالت أنه في الإمكان كمان أفضل من مكان وشايف أنه التابلول رائع الحقيقة اللي رسمته جماهير النادي الأهلي في ظل تنظيم على أعلى مستوه وكل الشكر طبعاً لكل القائمين والمسؤولين عن تنظيم المباراة والجهات الأمنية الحقيقة اللي قامت بدورها على أكمل وجه أنه التابلول ده قادرين جداً نشوفه ونكرره مرة تانية حتى يعني إن لم يكن ده جائز أو عندنا مقدار نحن نطبقه فيه المطشط المحلية محمد ممكن جداً على الأقل فيه المباراة الأفريقية يكون الجماهير حضرة بالشكل ده كورة يعني رجعنا بذكرياتنا لكورة في مصر ورجعنا بذكرياتنا لعظمة جماهير الكورة في مصر منظر حياتك أكثر من رؤيا